موسيقى السلام عليكم ورحمة الله قال وزير المياه والبيئة العزي شريم إن الانقلابين يلوثون مياه الشرب بطرق مختلفة في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم ويعملون على تهريب ما ترسله المناطق المحررة من مشتقات نفطية وأغذية إلى دول أفريقية وضف شريم في تصريحات صحفية أن أتباع الميليشيا يعملون على تلويت المياه بطرق بدائية مشيرا إلى أن هذه الأعمال أدت إلى إصابة مواطنين بأمراض وبائية وتابع الوزير أن الميليشيا تقوم بالاستيلاء على مخصصات المشتقات النفطية لهذه المحافظات وتقوم ببيعها في السوق السوداء وتهريبها إلى بعض دول القرن الأفريقي عبر البحر نتوقف إذن عند هذا الخبر لنناقشه في محورين خطورة هذا الموضوع وانعكاساته على حياة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا وما هو الدور المنوط بالحكومة الشريعية والمنظمات الدولية لإيقاف هذه الانتهاكات بحق المواطنين قبل النقاش نتابع هذا التقرير لم تكتفي ميليشيا الحوثي بمصادرة الدولة وإدخال البلد في حرب بلا أفق بل أمعنت في تجويع المواطنين وتلويث كل شيء له صلة بالحياة وزير المياه والبيئة عزي شريم أكد في حديث لصحيفة الشرق الأوسط قيام الميليشيا بتلويث مياه الشرب في المناطق التي تقع تحت سيطرتها بالإضافة إلى تهريب المشتقات النفطية والأغذية تستخدم الميليشيا كما يقول الوزير طرقا بداية متخلفة لتلويث مياه الشرب ما أدى وفق تأكيدات أطباء لإصابة بعض المواطنين بأمراض وبائية تمنع الميليشيا وصول صهاريج المياه إلى مدينة تعز وتقوم بتلويث الكميات المسموحة بإدخالها بينما زرعت الألغام حول خزانات المياه في المناطق المحررة وبحسب تصريحات الوزير فإن الميليشيا صادرت شحنات الديزل المخصصة لميناء الحديدة وقامت ببيعها في السوق السوداء وهربت بعضها عبر البحر إلى دول إفريقية الميليشيا المتحكمة بأحواض تجميع المياه وتوزيعها في المناطق الخاضعة لسيطرتها تفرض مطالبها السياسية على المدنيين مقابل توفير مياه الشرب ومن تلك المطالب عملية تجنيد أبنائهم في مجامعها المنخرطة في حصار المدن والقرى المقاومة لها بنظر الشرعية فإن تحرير ميناء الحديدة سيكون أحد العوامل التي ستعمل على توقيف تلويث المياه وتهريب النفط كما أن تحرير الميناء سيحد من كارثة المجاعة حيث تنهب الميليشيا أغلب المساعدات الإغاثية التي تمر عبر الميناء وتبيعها بشكل علني وينضم إلينا الآن من القاهرة وزير المياه والبيئة العزي شريم مساء الخير سيادة الوزير أهلاً يا مساء الأنوان مرحباً بك سيادة الوزير كان لكم تصريح لصحيفة الشرق الأوسط بخصوص اتهام الميليشيا بتلويث المياه وأيضاً تهريب المشتقات النفطية تفاصيل هذا التصريح وما هي الرسالة التي أردتم من خلالها أقول بسم الله الرحمن الرحيم ابتداءاً الأمر ليس بالاتهام إنما هي حقيقة شاخصة على الأرض وهناك إثباتات والدلائل حول الكلام الذي صدر على لساني في صحيفة الشرق الأوسط وسبق أن نتحدثنا في هذا الموضوع ما أكثر من قناة هو موقع وجهة إعلامية الأمر الذي تناوله التقرير وإنعكاساً للتصريح هو أمر واضح وجلي مما يتعرض له المياه من تلويث تهريب المشتقات وارد وبأدلة والأغذية أيضاً هذه الأمور مثبتة منع الصهاري سبق أن تحدثنا فيه بشكل واضح وعلني وتداولته أيضاً كثير من نسائل الإعلام زرت أنا كثير من المواقع التي تم تحريرها في بعض المناطق وعلى حدود تعز وفي بعض المدن الجنوبية وكانت بزروعة بحقول من الألغاء بأكثر من خط حول الآبار والخزانات التهريب والسوق السوداء هذا وارد أنا تابعت بنفسي تراخيص لأكثر من لعدد من الناقلات والسفن حتى وصلت إلى ميناء الحديدة وميناء الحديدة لليوم وتحتفل احتفالاً أسود بمرور عامين على انطفاء الكهرباء أين ذهبت هذه المشتقات؟ نعم هذا سؤال نعم معالي الوزير حتى نتحدث بجزئية جزئية نعم معالي الوزير معذرة على المقاطعة ولكن حتى نتحدث بجزئيات مفصلة في البداية تحدثت عن التلويث الآن انتقلت إلى مسألة التهريب للمشتقات النفطية وبيعها الأضرار في البداية التي انعكست بسبب تلويث المياه على السكان ومن ثم سننتقل للمحور الآخر فيما يخص المشتقات النفطية الأضرار كانت واضحة وهناك تقارير قدمات والجهات المعنية في وزارة الصحة أن هناك تلويث وتلويث متعمد للصهاري بل واستفزاز وتحدي كما وصفتها بطرق بدائية يا سيد العزيز طرق استفزازية طرق غير لائقة أخلاقيا التبول في الصهاريج المياه ثم السماح لها بالذهب دعوا أصحاب تعز أو أبناء تعز للشرب هذه المياه يعني لا نريد أن نخوض بمثل هذه المفردات لأنها تستفز مشاعر الناس لكن هذه حقائق واقعة نعم إذن أمام هذه الحقائق معالي الوزير هل تم رفع تقارير للمنظمات الدولية لتصليط الضوء على الجرائم التي تقوم بها الميليشيا من تلويث المياه التي تصل للمواطنين نحن من خلال اللجنة العليا للإغاثة ومن خلال المنظمات الفاعلة في وزارة الصحة نتواصلها مع كثير من المنظمات التي تشتغل في هذا الإطار في إطار الصحة والإصحاح البيئي أبلغناهم بأكثر من مناسبة بهذه التصرفات يا سيدي الحل الأنجى والأفضل هو أن تتحرر المناطق التي يسيطر عليها هؤلاء حتى يستطيع المواطن اليمني أن يعيش عيشة طبيعية مثله ومثل غيره في بلدان العالم المواطن يخضع للنهب والسجن والأتاوات وغيرها من التفاصيل التي وردت في تقرير مفصل وسلمناه إلى المنظمات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ما يتعلق بالتلويث وما يتعلق بغيرها من أسرى وغيرها من ممارسات يطور الشرح فيها ولا يتسع المقام الآن لذكرها نعم طيب معالي الوزير اسمح لي أن نشرك معنا في الحديث من محافظة عدن المحلة السياسية الأستاذ عبدالهادي العز عزي مساء الخير الأستاذ عبدالهادي منتعز عفوا مرحبا بك أستاذ عبدالهادي برأيك أنت كيف تقرأ تصريحات الوزير وبإدانة الميليشيا بأنها تقوم بتلويث المياه وتسبب مشاكل صحية وبيئية كبيرة تنعكس على المواطنين هذه العملية فعلا أحد أهم الأعمال التي تقوم بها التلويث هنا ليس بجردة مباشرة لكن أن تحرم الناس من الوقود تدفع الناس بطريقة أو أخرى إلى أنهم يستخدمون مياه ملوثة لأن حوالي 99% من المياه التي يستخدمها المواطنين هي مياه آبار هذا رنجوكي لا يعتمد في رتعها على مضخات تعمل بالجنزل وتعمل أيضا بالبترول هذه المسألة طبيعية هم هذه المناطق أشباب معتقلات كبيرة معتقلات النازلين الناس يقضعون الابتجاج في كل شيء وطادر إرادتهم آمن إضافة إلى آلاف من الأعمال يبدأ تحرير هذه المناطق على الأقل من الناحية الإيثانية نعم طيب أستان عبدالهادي كيف تقيم عمل وزارة المياه والبيئة ومعنا الآن كما تعلم وزير المياه والبيئة وتقيم دور الوزارة في التخفيف من هذه المشاكل التي تقوم بها الميليشيا على الأقل في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية يتدتق إليها النفط ومشتقات النفط بشكل طبيعي وإن كانت مثلا المسألة سيئة إلى حد ما في محافظة تعز لا زال السعر مستفعا لأن شركة النفط العمل أشكلة متبطة بعد شركة النفط وعد شركة عدد لكن بقية المناطق المسألة منتظمة الآن ليست وزارة المياه فقط لكن كل الوزارات والحكومة لازالت في طور إعادة السيطرتها على الأرض إعادة الانتشاف الآن ربما المهمة الأساسية التي أمام الوزارات والحكومة هي رواتب الناس أولا حتى تستمر الحياة الذين لهم من 7 أشهر بجراتبها بمشكلة أساسية وبقية المشاكل زودة الانتداعا المسألة لا تأتي مرة واحدة لا تخلق العشية مكتملة هذه طور إعادة دولة مختطة دولة مصادرة أيضا خضعت لحرب قادرة بكل المقاييس هناك مسألة إعادة نعمار إعادة تأهيل للناس إعادة مغالقة لأوضاع الحرب هذه مسألة قد تأخذ سنوات أكثر من 10 لقم 16 عام الآن نحصلت بعض المناطق تحتاج إقراءات سريعة بكيفية توفير المياه لحفر آبار مثلا في صيانة سعظة المضخات في صيانة أيضا شبكات هذه المسائل تحتاج موازنة ضخم لذلك أغلب الوزارات الآن عند مسألة إعادة سنوات مكاتب النية إعادة ترتيب أوضاع الوزارات لكن يجب التعديل بهذه المسائل وبشكل سريع بوضع برامج تنشيطية أو ما يسمى ببرقية إعادة تحياء على الوزارات أن تبدأ بالترتيج على بناء مكاتب النية لها في العاصمة عدن وبجاية تحريك فروعها في الوزارات ومن ثم تبني خطرة طوارئ لإعادة تفعيل هذه المسائل خصوصا ما يخص المياه والصحاء والخدمات الأساسية للناس والتي يأتي الأمن أولا على رأسها نعم طيب صلى الله عبد الهادي نعم اسمح لي أن نعود لمعالي الوزير العزي شريم من القاهرة معالي الوزير المليشيا ربما هي لا تأبه لمثل هذه الأعمال فقد أسقطت الدولة وهي ترتكب الجرائم بمختلف أنواعها سواء في القاتل أو بالقصف أو باعتقال الناس أو بقمع الناس لكن أنتم لو أخذنا نموذج واحد في تعز مثلا ما دور الوزارة في تعز من أجل توفير المياه لأبناء هذه المحافظة المحاصرة وأيضا التي تعاني أيضا من شحة المياه وانعدامها من سنوات طويلة ليست ولدة اللحظة نعم يا سيدي العزيز يعني ابتداءا كان لدينا مشروع أحب التنويه أنه كان لدينا مشروع لتحليل مياه تعز ما أعيق استكمال هذا المشروع والبدء في الجوانب الإجرائية هو الإنقلاب هذا المشروع مشروع المياه التحليل لإقليم الجند الآن في التطوير إليه بهذا الصدد ونحن في تواصلات مع الصندوق السعودي وإن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة نبدأ بإجراءات عملية للشروع في إجراءات عملية لهذا المشروع أو لتنفيذ هذا المشروع هذا جانب الجانب الآخر عندما أتحدث أنا عن مسؤوليتي كوزير وكوزارة وكشرعية أنا أتحدث عن اليمن كاملا وأقول أنه هناك يعني خطة طارئة ومتطلبات عاجلة قدمناها لأكثر من جهة بحوالي 15 مؤسسة محلية لكل المتطلبات العاجلة سواء من حفر الآبار أو الشبكات أو ما إلى ذلك من الاحتياجات الطارئة بما فيها الاحتياجات من البيزل وأدخلنا ذلك أيضا في الموازنة المقررة التي ستقر لهذا العام ونحن على تواصل مع الأخ المحافظ ومع المؤسسة المحلية في تعز ومع كثير من المؤسسات التي في حضرة شرعية وأيضا حتى التي خارج أطار الشرعية نحن نحاول أن نصل كما أسلك نحاول أن نصل لهالمواد يعني المتقلبات من المحروقات إلا أنها تستغل كما طبق الإشارة استغلالا مغايرا تماما ولا تستهدف ما عملنا من أجله نعم معا للوزير كان لكم تصريح بأن هناك لحمر الآبار والسبكات وإن شاء الله تعالى في الأيام القليلة القادمة نشرع بمشروع الاستراتيجي لمشروع تحليات مياه الجند والذي تبلغ كلفته حوالي 280 مليون دولار بدعم سعودي نعم معا للوزير كان لكم تصريح خاص بهذا الموضوع بأنه مشروع سعودي سيتم إنشاء محطة مياه تحليه في المخى لإقليم الجند لتاعز وإب وما جاورها هذا المشروع متى سيرى النور على الأقل يعني توقيع هذه الاتفاقيات والشرع بها نحن إن شاء الله خلال الأسبوع القادم سنكون في الرياض وقد نصقنا مع أخواننا في الرياض للقلوس معا ووضع الترتيبات اللازمة للبدء بهذا المشروع إن شاء الله تعالى نصل ونتفاهم مع أخواننا في الصندوق السعودي والحمد لله المخى الآن أصمحت بيد الشرعية وبالإمكان البدء بالعمل في هذا المشروع وبداية إن شاء الله ستكون توقيع على الوثيقة ولكن هذا سيسبقه تفاهمات وإن شاء الله كل الأمور مبشرة بخير نعم طيب معنا الوزير تكرم البقاء ما يعود للإصلاة عبدالهادي العز عزيزي من تعز إصلاة عبدالهادي برأيك ربما مشروع تحلية مياه إنشاء محطة تحلية في المخى هذا المشروع ربما مر عليه عشرات السنين هل باعتقادك هذه المرة مع تصريح الوزير بأن هناك اتفاقية مع المملكة العربية السعودية بإنشاء هذه المحطة سيرى هذا المشروع النور أم ربما هي أحلام على ورق ولا ترى النور أعتقد أن ما طرح الوزير كلام منطقي وكلاما محطولا جدا والمملكة العربية السعودية لها تجربة كبيرة في مسألة سلحية المياه وأزيد منطقة فعلا بأمثل حاجة لوجود تغذية أو لوجود تدفق مياه من خارج التدفق الطبيعي المعتمد على الأمصار والمياه البنزية ستعرض كمدينة بحاجة إلى معالبة صويلة قد تحتك أكثر من نشر قرن في مياه خصة المياه وأعتقد أن أرضنا المعالبة ستبيرة جدا إنشاء هذه المحطة وإنشاءها أصبح من هذا الضرور الوطنية وأعتقد أن الوقت أصبح مناسبا جدا لإنشاء هذا المحط وخصوصا أن هناك إقراءات فمتحد عولة مسبقا فيما يخص هذا المشروع على مستوى المجينة وعلى مستوى ما كان يضر بالمحضر الذي اتخذ الحوثيين اتخذ الحوثيين من مقر المحطة في المقام معكب في الفترة الماضية وأعتقد أن هذا المشروع سوف يرى النور الآن أو تعانى وقته تماما والتقاط على الحكومة بزر مزيد من البهود وأعتقد أن الوزير يسعى بهذا الاتجاهة نعم أستاذ عبدالهادي باعتقادك أيضا إلى أن يتم إن شاء الله هذا المشروع ويبدأ يستفيد الناس من ما هي الحلول التي يجب على الحكومة أن تعمل فيها من أجل تخفيف معاناة المواطنين في تعز وأيضا المحافظات التي بحاجة إلى مياه للشرب ومياه دائما هناك الكثير من المحافظات تشكو من قلة المياه أعتقد أن الوزارة عليها أنسوا وأنسوا أعزل التنفيق مع مكاتبها في المناطق المحررة أولا ومع المحافظين المؤينين وأن تبدأ بتوقير الوقود لمضاقات رفع المياه وأيضا معالجة أي محافظات إما نهدت أو تم تدميرها وإعادة النظر فيه على الشبكات والتعاون على المنظمات الدولية التي تنول مثل هذه المشاريع وبعض الجمعيات في القليل ونفس الجمعيات الكويتية تعمل في تعز يجب دعم هذه الجمعيات لمسألة تقسيس مؤقت عن المواطنين خصوصا في حروف الحصار والفقر الذي صنعه لإنخلاف طوال عامين على الناس أفقدتهم كل الإنسانيات وعضت إليها غيابة راتبة ليشارسة أيضا المسألة مرتبطة بالوقود مرتبطة بالمحطات مرتبطة بإنشاء أكراف وإنشاء مجمعات المياه استغلال أمثل المياه الأمطار يعني بسعى المواطنين أو توفير مواد على الأقل أو بناء شراكات مع السلطات المحلية والوزارة والوزارة هي محتاجة الآن إلى مبلغ تحفى طوارئ للوزارة محتاجة إلى غطى مالي كبير على حقوقات تجهير هذه المسألة نعم طيب السيد عبدالهادي أعود لمعالي الوزير من القاهرة معالي الوزير هل فعلا يمكن أن يحدث هناك تنسيق بينكم وبين المنظمات العاملة في الميدان أو جمعيات مهتمة بتوفير المياه للناس في هذه المحافظات المتضررة نعم أخي الكريم أنا أقول تأكيدا على ما ذكر أخينا وزميلنا الضيف أن الجمعية الكويتية نحن هنا بالمناسبة نتقدم لها بالشوق الجزيل كما نتقدم للهلال الأحمر الإماراتي ومعاراتيز الملك سلمان وكذلك الصليب الأحمر الذين يعني سعوا وعملوا وكنا على تواصل معهم نحن بشكل مباشر والمؤسسات المحلية والسلطات في المناطق الشائعية وفي بعضها إذا ما أتيحت المجال للتدخل بتوفير مشتقات نطية وتوفير مضخات وتوفير كثير من المتطلبات التي كانت بالإمكان أن تصل إليهم في طور ما يسمى بالإغاثة لدرجة أن وفلت مولدات أيضا للضخ المياه لتوليد الكهرباء وغير ذلك فنحن هنا بالمناسبة نشكرهم وأيضا أحب التنويه أن في زيارتنا للرياض إن شاء الله للسبوع المقبل هناك لقاء مع عدد كبير من الوزارات الخدمية بطلب من مجلس التعاون الخليجي في إطاره التنفيذي التنصيق التنفيذي ولدينا كل وزارة قد قدمت خطتها وهم قد أبدوا الاستعداد الكامل لدعم هذه الاحتياجات هذا شيء يعني يجب أن نؤكد عليه وهو أمر واقع على الأرض نحن بصدد بداية إجراءات في هذا الاحتياج نحن كوزارة مياه وبيئة وغيرنا من الوزارات الأخرى الخدمية نحن التفاهمات حول مشروع التحليه هذا خط آخر معالي الوزير أنتم أيضا اتهمتم الميليشيا بأنها تقوم ببيع المشتقات النفطية أفهم من كلامك أنكم في الحكومة الشرعية يعني هناك مخصصات من المشتقات النفطية بالمياه وترسلونها للمحافظات التي تخضع لسيطرة الميليشيا وهم ينهبونها ويقوم ببيعها وتصديرها إلى القرن الأفريقي كما ذكرت في تصريحك يا سيدي يعني تفاصيل المشتقات النفطية وبيعها وشرائها والتزويد بها للمؤسسات الحكومية سواء الحدمية سواء كانت كهرباء أو مياه لها أليتها إنما بالضرورة وبالدرجة الأساس نحن عندما نتحدث عن المشتقات النفطية لا نتحدث فقط عن المياه والكهرباء أيضا عن محطات تزويد الوقود للناس للمنشآت للسيارات يعني لبقية للحركة اليومية بشكل عام إلا أن الحياة على سبيل المثال وأنا أجزم كوننا أنتمي لهذه الجغرافية الحياة متوقبة تماما بالحديدة الكهرباء لها سنتين بالتحديد دون الكهرباء أين تذهب هذه المشتقات هذا مثال أنا على علم وعلى يقين بالتهريب وقد ضربت زوارق وهي تهرف وقد ضبطوا أفراد وهم يحملون مشتقات نفطية ومواد غذائية في البحر هذه ليست في هذه حقائق معالي الوزير هل تملكون أي حلول للتخفيف من معاناة هؤلاء المواطنين في هذه المناطق وعلى وجه التحديد في الحديدة أنا أقول أن الحل هو ما الآن استجابت له الأمم المتحدة مشكورة بأنها تبحث الآن عن موانئ بديلة للاستقبال البواد الإغاثية وكذلك بقية التطلبات الضروري للحياة اليومية للإنسان اليمني في كل أرض اليمن وبالتالي الاتجاه نحو التحرير الميناء والتحرير محافظة الحديدة عاصمة الأقليم وما تبقى هو أحوالي 20% من الأراضي اليمنية هو الحل الأنجع والأسلم وهو الحل السليم والصحيح يا سيدي العزيز أين الإغاثة من مراكز الغسيل الكلوي الذي يموتون فيها الناس يوميا في الحديدة أين محال الغسيل الكلوي لماذا يموت الناس أمامهم هذا سؤال يعني الإجابات تأتي من الميدان لا نتهم لا نكي الاتهامات لأحد ولكن الواقع والمعاناة هي من تعلن نفسها على الأرض بالوقت الذي يموت فيه البشر في مركز الغسيل الكلوي نفاجأ بمذكرة بـ 15 مليون للبذخ والاحتفالات يعني في أماكن أخرى وأهلنا يموتون في تهامة وفي غيرها من المناطق في اليمن معالي الوزير معذرة على المقاطعة نعم معالي الوزير اسمح لي الآن تصريح الناطق باسم التحالف العربي اللواء العميد أحمد عسيري إذا ما تم إعلان الحديدة وميناء الحديدة منطقة مواجهات هل لديكم خطة بديلة لتوفير للناس ما يحتاجونه في هذه المحافظة من الغذاء من الدواء من المياه نعم 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 أقول نعم 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 بدائل وستصل للناس والخطة متكاملة بما فيها الجانب الإغاثي والإنساني وكل التفاصيل وإن شاء الله ما سيحدث قريبا سترون أنه يعني يتلمس كل الجوانب وليس فقط القضية القضية إنسانية قبل أن تكون عسكرية أشكرك قضية إنسانية قبل أن تكون سياسية بالنسبة لنا في الشرعية نحن مسؤولون عن بلد نعم عن وطن ولذلك الحكمة والصبر التي تعلمناها من القائد وخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي بكل ما مر به من محطات ومحن وتآمر تعلمنا منه الصبر والهدوء في حل القضايا ومن أجل الإنسان نتحمل من أجل أن نصل بالحلول التي تخفف الأعباء وتقلل الدماء شكرا جزيلا لك معالي وزير المياه والبيئة العزي شريم كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة والشكر أيضا للمحلة السياسة للصلاة عبدالهدي العزيزي كان معنا من محافظة تعز والشكر موصول لكم مشاهد الإكرام على حسن المتابعة نلقاكم بحلقات جديدة من زوايا الحدث حتى الملتقى تقبلوا تحايا معدات الحلقة الزميل ماهر أبو المجد كما هي لكم مني كونوا في حفظ الله ورعاية السلام عليكم اشتركوا في القناة